الخبر روه اللي عدنا عنده هجم المتابعين على نورستار فنورستار نزلت على حسبب الإنستغرام هذا البوست اللي كان به هذه الصورة بتهجم عليها متابعين نارين بيوتي بالكمنتات اللي قادية يتمسخنوا عليه أنه أنت مريضة ونظروا ليس محيين من هذا الكلام فهذا الصورة حباب قدامكم كتبونا بالكمنتات لستحق التهجم التي ترضت له أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر عدنا هو نورمار فنورمار رازع لسبب اللي انستجرام شوية اشتورياتي اللي ما يخلل هنو راح ينزل المقطع هو محمد ابي اللي راح تكون فكرتين يدقون على المتابعين وهذين المتابعين حدودوا الواحد من نورمار ومحمد مار ويطلبون من عنده طلب وطبعا المقطع راح يزل باتر على القناة الثانية الساعة بالاربعة طاعتكم هذه الاشتوريات اللي حاب نشوفها كامل جماعة الخير بلشنا تصوير انا ومحمد طالعا ندقلكم وتختاروا لانا لامحمد وطلب منهم طلب تمام؟ يلا جماعة الخير خلصنا اتصالات والفيديو بكرا حينزلكم إن شاء الله الفيديو كتير حلو خليكن جاهزين بكرا على الساعة أربعة ثلاثة التانية يلا ثم اليوتيوبر الثاني اللي عادنا فهم محمد جوان فجوان نزل هذا المقطع لقناته باليوتيوب هذا المقطع هو تاني اللي نشوف اقرف تيك توكات في رمضان وبصورة مصيره تنحط بيسان اسماعين وهو يقصد ان هي سورياتها مقرفة وتيك توكاتها وصار رح تحكي عليها بالفيديو بنهاية التقريمه رح تقوم رح تطوي الوصف لحب نروح نشوفه وشوف شون رح تحكي عليها وبس اكتبونا بالكومنتات شون رأيكم هذا الخبر الخبر الثالث اللي عادنا على المتابعين وكشفهم الحقيقات نور ماروخ فعل اسم يارو مارو الكمنتات اللي عندي أما للساعة السبب فهو يريد انه فريق نور مارو يصير ايد وحده مما صار من الشاكل بين الفانزات يارو خمار خاصة بعد المشاكل صارت انه يطالبون بحساب خمار مارو يرجع لها اما بالنسبة يدين اللي نوصها عباطة نزلنا ونزل بيع التعليقات وروح نسم يارو مارو بعد روح كلمة تلحثة ثوان عم ندفع تعليقات وعليق الاشخاص اللي خوراية باب نحطهم زي نروح غير حساب عم نشوف اللي تلحثة على الناس او لا باب نغير الحساب ونزل بيع التعليقات ورحنا على كلمة تلحثة ثوان رح تشوفونا تاليق ما ظهر ونما تاليق اخذوا اشخاص ثانيا ظاهر فاكتبنا حباب بالكومنتات الشركة هو هذا الخبر وحركة اخفاء الاسم يارا من كومنتات اللي عنده الخبر الرابع اللي عادنا عن طارق الباشا والخيانة والغدر اللي سوا بيه فطارق الباشا نزل مقطع لقناته باليوتيوب وطمع المقطع كله عبه ها الديسلاكات وكل كومنتات ضده وهاي من الاشخاص صاروا يلغون الاشتراك من عدو وصاريتها الجنبي عليها رغم انه والله العظيم انا ما سويت لأي اشي وكل المتابعين يعرفون اش قد انا نفضل عليه واش قد انا نسوي لأشياء بدون اي مقابل ولكن كالعادية يا حبايب انه بيت سوشيال ميديا هي كلها عبارة عن مصالح وخيانة كل واحد يستخلص مصلحته يروح يدور على شخص ثاني رغم انه والله العظيم متأكد ان كل يحن يشروع عبارة عن جذب واتفاق ويا هذول اشخاص ولكن متأكد المتابعين مراح يقصرون مراح قول غير الله يسامحة اتمنى من المتابعين حبايب انه تردون عليه بطريقتكم الخاصة بالكومنتات وبس كتبوا نشيريكم بهذا الخبر وبس اولنا فصلاة المقطع حبايب شكرا لكم على وجودكم بس انتو الوحيدين الحالية ويايا اتمنى انتو الوحيدين ما تتركوني صراحة نشكر لكم على وقفتكم بياي دائما كل مشاكل اللي اصير فحبا صراحة نشكركم بكلش وبس شكرا لكم في زي ما قالت من قصص ومع السلامة